أهلا بحضراتكم من جديد كابتن محسن النهاردة غياب وسمى أبو علي ممكن نقول الأسر بشكل كبير على هجوم الأهلي أكيد أكيد طبعا أسر وسمى رأس حربة عنده كل المواصفات خاصة أنه كان جاهز وفورما عالية عنده السرعة عنده التحرك السليم عنده المراوغة عنده ضربات رأس عنده التزديد عنده القطع على الزوايا القريبة عنده التوقع السليم في الفورما لو موجود كان ممكن ينهي المباراة كان من الفرص الكتير فيه فرص كتير بس واضح أنه كهرباء برضو مش في الفورما لأنه فيه أكثر من فرصة متاحة كان ممكن أنها تسجل ولكنه لم يستغلها بشكل أنه عدم جاهزية لم يصل بعد للفورما اللي تخليه ضمن المنظومة اللي كانت معتادة في المباراة السابقة لكن عمتا عايز أقول حاجة في كرة القدم هناك حاجة اسمها عوام المساعدة وعوام المعاكسة بغض النظر عن جودة الأداء أو جودة العناصر أو الفوارق ما بين فرقين العوام المساعدة هي نفسها العوام المعاكسة هي مساعدة بالنسبة لك معاكسة بالنسبة لأنا والعكس صحيح العوام المساعدة أنك أنت تتحلك ضربة جزاء ما كنتش بتتخيل أنك تحصل عليه اللاعب من الفريق الآخر يحصل على انزار أو انزارين ويتم بطرده لعب مؤثر زي حارس مرمى الفريق الآخر النهاردة تقلق المهدي سليمان كان نقطة تحول للتعامل كان موفق النهاردة بشكل كبير في الناحية التانية لو أنت بتستغل فرصة ضربة جزاء مبكر زي ما حصل مع إمام كان ممكن تنهي المباراة طيب ارجعونا باللقطة دي لو سمحتوا تاني لا لقطة اللقطة دي كانت في الدقائق الأولى من عمر المباراة طاهر محمد طاهر بصك ارجعونا اللقطة قبل التزديد كابتن عادل كابتن محسن دكتور أحمد قبلها أنا عايز وهو مواجه للمرمى قبل التزديد يا جماعة بص الكرة دي هنا بص شوف كام أحمر بص كابتن عادل على كام أخضر هنا اتنين كل الأخضر برا لعب اتنين بتكلم في واحد اتنين تلات اربعة على هل تصرف طهر محمد طهر في الكرة دي في دات المبراءة ده تصرف الصح ولا كان ممكن يعني يحطها الكهرباء بشكل أفضل وكان ممكن تمثل خطورة لنادل أهل لا أكيد طبعا كان التحرك من اللاعبين يبقى أفضل من كده بص وحتى الباص لللاعبة يبقى أفضل من كده بص يعني لو كانت حطة الحسين انت راحنا أربعة خلاص عامر سولي برلم أربعة أنا مش هو ليه رجعتان هو عارف لو راح للقلب كان من ملعبة فتحة أكتر لكن هو راح نحية اليمين يعني لو هو كان راح على حسين الشحات من غير الباص كان حاجة من الاتنين للاتنين ينضموا عليه يديها القهرباء أو يديها لإمام النحية دي لكن هو تسرع الفنش بص انت المباراة أنوانها تسرع ما فيش أكتر من كده انت ضيعت فرص كتير يعني أنا ما هدكتور ساوت لما قالك احنا عملنا مباراة كويسة لأنك انت جتلك أتحت لك أربعة وعشرين فرصة مثلا أتحت لك فرص كتير قوي أوكي أنا موافق الفرص الكتير دي أنوانها تسرع ده تسرع لقطة النهاردة طهر بدل ما يخد تسرع وعدم نظرة لو راح في الأمق عنده يمين وشمال يروح الأمق لو راح الأمق هيفتح مروان إمام على اليمين وكهرباء على الشمال دائما المهاجم الجيد طول الوقت يعمل ايه؟ أنه يدوم من الاتنين سردبكين على بعض لسه كان من غير كورة أو بكورة هو لو راح كان في القلب كانت هتحصل فيه فجوة هنا أو فجوة هنا أكتر وكان يتتباص لكن هي عدم اللينك مع بعض ما كانش موجود كويس بصورة جيدة حاجة تانية طهر ما فكرش كويس ورفع عينه عشان يعمل بص تمام دي برضو إحدى الفرص السهلة ممكن أول سهلة وضائعة رامي ربيع النهاردة هو مميز في الحاجات دي دي كانت يعني إحدى الفرص اللي كانت في الشوت لأردو دكور سيد دي اللي احنا اتكلمنا فيه في بداية المباراة إن كان لازم يتم استغلال الدربات السابتة العاب المطشات زي دي متأفلة في العاب الدربات السابتة من خلال رامي ربيع وقلنا اتكلمنا على العرضيات يحي عطيات الله كنا نقدر إن احنا نستغلها في حالات كمان في الضغط الممتاز النادي الأهل النهاردة كان الضغط العالي بتاعه كويس جدا يعني رغم غياب وسام اللي إن الضغط العالي بتاع النادي الأهلي كان مميز وروحنا بمحاولات كتير عمر السلية بنشوفه في التزديق أنا شايف إن عمر السلية عمل شوط تاني ممتاز يعني أنا شايف إن السلية بعد أداءه في الشوط التاني يمكن في الشوط الأول ما كانش أحسن حاجة الشوط التاني نزل لا أقدم أداء هايل صنع خمس فرص بص دي حالات الضغط هنا بص حالات هنا الضغط بتاع النادي الأهل 4-4-2 إمام عشور وكهرباء هم اللي بيضغطوا ماشي كمل اللابة بص الضغط على طول بيضغطوا على حارس المرمى بص الضغط الضغط العالي كان مميز بتاع النادي الأهلي في المباراة ده كان في بداية الشوط الأول بص الضغط عتتقطع وكله انتحطت فرقة الاتحاد في وسط ملعبها وبتضغط ضغط عالي بشكل ممتاز قوي وبتحاول إن انت تستعيد الكرة التانية بشكل كويس الضغط ده أدى إلى إن فرقة الاتحاد السكندري تفقد الكرة على طول وبتستحوز على الكرة بشكل كويس فأنا شايف إن الأداء آه الأداء كان كويس الضغط بتاعنا زي ما احنا شايفين الضغط بتاعك مميز قوي هات الحالة اللي بعدها على طول برضو هنا بص الضغط نفس الفكرة كولر بنفس فكره إن أنا هعمل اللي بيطبقه كهرباء هو اللي بيطبقه سامة أبو علي برضو مام عشور بيرحل مع المهاجم بالأربعة أربعة أتنين هنا هو بص الضغط الضغط العبت النادي الأهلي الضغط دايما بيولد الأخطاء وبيخليك إن أنت تستعيد الكرة بشكل ممتاز هنا عمر السلية وعلى طول طاهر بص دي الكرة اللي كان كابتن عادل بتكلم عليها أنا بشوف أنا شايف إن فيها سنة فردية فيها سنة فردية من طول من هنا راح بره يعني ديت واحد واحد زي ما كابتن عادل كان لازم يروح في عمق الملعب يبقى عنده حاليه بره يبينه شمال بص هنا كمان الضغط العالي بتاع العبت النادي الأهلي هنا برضو كمل لو الحالة اللي بعدها جاهزة على طول هاتها على طول برضو في حالة تانية للضغط دي نفس الحالة جماعة هنا الضغط بتاع طاهر الحالة برضو دي دي في الشوت التاني بص هنا بقى الضغط بتاع العبت النادي الأهلي بس ثانية واحدة هنا عمر السلية بيضغط لقدام أكتر في الشوت التاني أخد تعليمات بالزيادة أكتر كمل بص الضغط بص لعابة النادي الاهلي كانت حطى لعابة الاتحاد في وسط ملعبها فأنا شايف أن الضغط بتاعنا كان شكله كويس ممكن في ماتشاط تتعادل أو تخسر بس الفرقة ما تبقاش حلوة ما يبقى شكله كويش لكن النهاردة الأهلي أجاد أجاد بدليل أن أنت بص الضغط هنا مع التصرم ما كانش فيه توفيق يعني فرصة زي دي كهرباء ضعت منه عمر السلية حطى له حلوة جدا عشان كده بقول لها داك أن عمر السلية عمل شوط تاني مميز بص الضغط حطيت الاتحاد في وسط ملعبه كان ناقصنا بس اللمسة الأخيرة الفينيش بتاعك الضكة في نهاية الهجمات دي حاجة من الحاجات اللي ضيعت حلوة الأداء النهاردة أن أنت كان لعبة زي دي كان كهرباء ممكن يسجل حاجة كمان زي ما قلت لك لو أنت شايف أن حالتك حالة لعبتك مش كويسة كنت ممكن تقفل في وسط الملعب بمروان عطية لو أنت مش قادر تسجل النهاردة أو فرقتك دي كرة أنتم تعايزينها كابتن محسن كابتن عادي الكرة الطويلة اللي الأهل حصل عليها على أكل الجزاء طهر محمد طهر في ظهر مروان داود استلام جيد من طهر للعمق المدافع تحرك بطريقة خطأة ارتكب خطأ جسيم ضربة جزاء مستحقة وبالتالي يعني أحسن ما فيه هذا الهدف تمريرا زكية جدا والاستلام للعمق بالنسبة لطهر طلع المدافع برد حط المدافع في ظهره أكبره على أنه يعمل معاه احتكاك وبالتالي احتسبت ضربة جزاء اللي عايز أضيفه بالنسبة الشرح ما حدث في الشوت الثاني أو عمتا في كرة القدم طب قبل الشرح هكابت بوحسن أسيب حاجة تشرح لكن هنا تزديد عمر السلية بالهدوء بالثقة بالخبرة أمام عشور تحسن الشرط الأولاني حتة الاستعجال اللي احنا بنقول عليه يعني حتة القوة وشايل الكورة ويعني تزديدها كانت غريبة شوية من العشور يعني عمتا ضربات الجزاء ليس لها أستاذ ما تقولش إن ده متخصص في ضربات الجزاء دايما الأستاذ ده بيخطأ في كرة ما والعملية بتبقى مرتبطة بنواحي نفسية وعصبية وزهنية فزي ما حصل مع عشور ضربة جزاء يعني غريبة جدا جدا ها معانك ولكنه يعني كانت القوة فيها زيادة وشال الكورة من تحت اللي هو وضع القدم في الكورة هنا الخطأ الجسيم مش بس في القوة القوة ممكن تكون مطلوب لأنه السلية شاد بخوة ولكن شاد بواجه القدم الأمامي ما كانش بنفس الطريقة اللي شاد بها عشور بواجه القدم الداخلي يعني مع قوة يبقى بواجه القدم الداخلي عشان تبقى الناس عارفة المساحة اللي بتلعب الكورة في القدم هي بصحة الأصبع الكبير فقط وبالتالي مساحة محدودة لكن التصيب بواجه القدم الأمامي بيكون بواجه القدم كله بالعظم بالصوابع كلها بيكون فيها دقة أكتر وفيها قوة أكتر فعشور حتى رجله حتى المكان الخطأ في الكرة لكن عمتا لما تكون متعادل محتاج لفوز لابد أنك أنت تكسف الهجوم كما فعل النادي الأهلي إلى أن يسجل هدف وبعدين يسعى لتغطية الهدف لو شاف أنه فيه سوء توفيق وفيه سوء تصرف من اللعبين مع الفرص والوقت بدأ يجري منك يبقى على الأقل آخر 7-8 دقائق تقفل اللعب بتاعك تقفل الملعب وترجع تاني خطوتك للخلف وتتمركز جيد في مساحاتك تعمل رقابة جيدة تعمل استحواز سلبي الاستحواز السلبي اللي هو إيه؟ استحواز بنقل الكرة بعدد كبير من المرات يبقى داستنزاف للوقت لأن فيه استحواز سلبي فيه استحواز إيجابي الإيجابي اللي أنا بعمل استحواز عشان أشوف صغرة أدخل منها لكن أنت مش عايز صغرة أنت عايز الوقت يمر وبالتالي فأنت محتاج للعائف زي أفشا يكون مركز لا يدهاني أدهاله يدهالي أدهاله يعملن الباكرايت أخدن الباكليفت تستنزف الوقت وبالتالي الفريق اللي قدامك أصلا كان مستسلم الاتحاد ما كانش بيهاجم بشراسة بعد الهدف ما تشعرش أنه هو عايز يتعادل حتى ولكن وجدك أنك أنت بتهاجم بعدد كبير جدا من اللاعبين المساحات في الملعب كانت واسعة وبالتالي تمكن من عدد بسيط من اللاعبين في الوصول إلى منطقة الخفر ثم التسجيل فدي يعني استراتيجية اللي كان لابد أن كولر يأخذ باله منها وهو دايما بيعملها على فكرة بيقفل الملعب آخر 7-8 ده النهاردة ما أفلوش طيب خلنا نشوف الهدف اللي داخل في الناد الأهلي في ده 87 يعني وده درس مهم جدا بقى لعبة توسط الملعب لللعبة المدفعين للتمركزات كابتن عادل ده بداية هدف الاتحاد السكندري قل لي واتكلمني بقى على تمركزات لعبة الناد الأهلي وكان إيه اللي مفروض بس وقفنا بعد إذنك بس تلات لعيبة من الاتحاد السكندري وانت عندك تلاتة أربعة خمسة ولا واحد ماسك ده رقم واحد ده أول خطأ تمام تاني خطأ اللي هو كوكا بس كوكا أول لعيب عنده اللي وراه هو مش شايفه لو كوكا مش شايفه بالعين ممكن بالحسة انه هو يقرب منه يحسه بإيده لكن هو كان بعيد عنه كان يجب انه رامي او الشناوي يقول له ارجع خطوة يبقى فيه عيب كمان في التواصل ما بين اللعيبة الحاجة التانية انه كوكا باسس للقرة بس مش باسس وراه ومش حاسس اللعيب قال له قد ايه حتى التغطية بتاعت رامي كان المفترض رامي انه هو يقرب على التاني ويرحل التالت ليه اللي وراه اللي كان افشل لوراه مش افشل ده اللي كان وراه يحيط الله يحيط الله علشان كده انا بقول لك كان يجب اول حاجة بوس قديدي خرجناها برا اوكي الوقفة الدفاعية غلط كله بتفرج على الكورة الحاجة التانية كوكا كمان مش شايف يعني كوكا كان لازم يحس اللعيب عشان كان خد خطوة الورق عارف لو كان خد خطوة الورق كان طلعا بدماره لو هو ما خدش خطوة الورق كان رامي لازم يروح يتوقع انه ممكن تعدي منه يروح يقابل التاني اه رامي كان مع واحد ولكن الاختر اللي الكورة جياله كان ممكن رامي يروح له جاري حتى لو كان خد على سيدره كان رامي شلع على طول يعني ده خطأ انا انا يعني بقولك عليه اه تلات اخطأ في بعض مش خطأ واحد دكتور سابت لك تعليق على الهدف اه انا شايف الهدف يعني هنا اللي كنت النقطة اللي بتكلم فيها لو كانت وجود كوكا في المركز 6 الدور الدفاع بتاعه انا بحس ان هو في 8 احسن من 6 اه احمد نبيل كوكا خاصة مع مع التعامل مع الكرات العالية في الالتحامات الهوائية انت محتاج واحد زي مروان عطيه في مركز 6 وكوكا هو لما بيلعب 8 بتلاقي انه هو افضل هنا تعامل كوكا كان مش حلو مع الكرة في العرضية الحاجة التانية معلش شاهته من الاول خالص بيرستاو اصلا ما كانش راجع بيغطي مع الباكراي يعني بيرستاو في الارتداد الدفاع ما كانش راجع اصلا فهنا قدى ان خلاد عبدالفتاح يرحل بص هنا وقف هنا كمل 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 بص لغاية ما تجيبه الصور على بيرستاو بص بيرستاو لغاية دلوقتي مش موجود فده خلى وقف بقى خلى خلاد عبدالفتاح يروح ويسيب المساحة دي في ظهره ويقدي للنحمد نبيل كوكا عشان برضو ما نظلمش كوكا هو كوكا اللي خلاه يروح يغطيه ان بيرستاو ما رجعش من الاول اصلا فخلاد عبدالفتاح راح غطى مع اكرم بص بيرستاو لسه راجع بص بيرستاو لسه راجع لسه هو والباكليفت بتاعهم بيرفع واخد براحته خالص فكوكا اضطر يرجع وهنا بقى دي دي المشكلة اللي بشوفها كوكا في المكان ده لا هو في 8 احسن شوية من 6 دكتور سابت لحظة بس المكان ملوش دخل بصفات اللاعب يعني انت دلوقتي كوكا حتى لو في 8 حتى لو في 7 لو ماسك منتومان فلازم يحس اللعيب ده خطأ عشان كده بقولك ما بعد الكورة الخطأ المباشر ايه مش في المكان الخطأ المباشر انه هو دي حاجات بسيطة في قرة القدم المدافع لما يجي يدافع او نص الملعب او حتى المهاجم لما يرجع يدافع لازم يحس اللعيب اللي وراء علشان كده كوكا اصلا الوقفة بتاعته كانت خطأ كبيرة مش علشان وقفة مكان مش بتاعه اقصد انت محتاج واحد طويل شوية في القامة ما بين الاتنين المساكين احنا النهاردة بنتكلم عشان ده درس مهم احنا لسه في تلت مباراة في بطولة الدور الممتاز رغم تعادل النادي الاهل النهاردة ما زال الاهل متصدر على قمة الدور طبعا رغم النهاردة واحنا بنتكلم ممكن اقول حاجة بس صنع اهداف كتير وما كانش فيه توفيه وكان فيه تصاروة من لعبة لكن لازم نخلي بالنا من الاخطاء دي علشان المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا ممكن اقول حاجة بس بالنسبة انتو حضراتكو شايفين المهدي سليمان المهدي سليمان كان مفروض الناس كلها هتتكلم على ان هو رجل المباراة في كل البرامج طب انتو ليه محدش هيتكلم في نقطة انه كان ممكن يترد في اللعبة بتاعة ضربة الجزاء التانية كان ممكن ياخد انذار تاني كان ممكن ياخد انذار تاني والترد يعني هو عمال يضيع في الوقت في اللعبة الاولانية بتاعة ضربة الجزاء الاولانية وانشوف كورة اكرم توفيق برضو وكورة اكرم توفيق ضربة الجزاء دي برضو بعض الاخطاء التحكمية هنشوفها مع كبت نصر عباس كبت محسكة ليك رأي في الهدف اللي داخل في النهاية طبعا يعني احنا قلنا عدد المدافعين بتوعنا كان خمس مدافعين عدد المهاجمين اللي موجودين ثلاث ثلاث لعبين معقولة انه يتعمل ومهاجم وسط المدافعين دول مشرقهم يستلم الكورة على صدره وتنزل وتنزل لمس على الارض ويفكر وياخد قراره بالتصويب بوجه القدم الشمال في المرمى وما فيش حد عمل انقضاض على حامل الكورة او على اللاعب اللي قدامه الكورة ده معناها ايه انه اللاعب لقى المساحة والاريحية انه يستلم الكورة بالراحة ويحطها على القدم ويشود فالتوقف او الوقفة الدفاعية للتلاتة كانت خطأ زي ما قال الكابتن عادل يعني كان المفروض انه كوكا يكون خطوتين لورا يحجب يلازق فيه بقى ما عندهش فرصة اصلا انه هو يستلم كورة او انه هو اقصى ما يمكن ان يفعله انه يلعب الكورة بدماغه او يلمسها بدماغه في محاولة ولكن المساحة دي بتاعت المتر ونص مترين هيئت الوقت والمساحة والطريقة والاختيار السليم للعب انه هو استلم ويصوي بيلف يصوي شايف ده بيلف كمان بقى رحية يعني هو مش مواجه للمرمى ده هو يعني في زاوية مواجه للخارج كان لازم يكون فيه ضغط اصرع اصرع من كده لكن اللي حصل انه التلاتة واقفين كوكا وقف يبص وراه يشوف مين الاستلم والاثنين عندك السلية وعندك اظن ربيع بيشوف المدافع وهو بيستنم ويشوض يعني طبعا دي كلها اوقفات واخطاء دفاعية لا يصح ان يخع فيها يعني احنا متفقين كنتم محسن على حاجة مهمة الجندة كان ممكن يتلغي لو كوكا رجع خطوة او محمد الشنوي كلمه قال له رجع خطوة او مروام سبل لمعاه رامي ربيع سبل لمعاه ورحل الاخطر اللي هو التاني هي دي حاجات في الملعب خلينا نروح لتغييرات النادي الاهل النهاردة كنتوا عايزين التغييرات تتم بين الشوطاء المرأة لكن مستر كولر اجل التغييرات النهاردة لديها 77 خروج كهرباء ونزل برستاو رأيك في التغيير الاولى دي يا دكتور سابت معنا التغييرات النهاردة يعني محمد مجد أفشا نزل في الديها 85 خرج امام عشور ونزل محمد مجد أفشا لكن في ديها 77 خرج كهرباء ونزول برستاو هو خرج كهرباء طبعا كهرباء النهاردة يعني كان مكانش يعني احسن احواله فحب ان هو ينشر شوية لكن انا كنت بشوف ان التغييرات دي كان بمفروض مرأة عطية افضل نزول مرأة عطية في وسط الملعب كان حيحل لك الموضوع ده بقى يقفل لك يعمل لك تأمين دفاعه اكتر لكن هو كولر كان عايز يسجل التاني كان فكره ان انا حاول اجيب التاني وسوى امن الجون الاولاني ده بجون تاني وكان ممكن يحصل كان ممكن يحصل في اكتر من كرة للصحاب توفيه يعني النهاردة شفت الهجمة اللي كانت بسبعة الواحدة بقوله تصدى لها مهدس منان وصددها طاهر ورجعت لعمر السلية معانا الهجمة دي بصوا على الهجمة دي شوف يعني المهدس منان نهاردة ازاي بقولك كان موفق بشكل كبير جدا 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 النهاردة بص كرة زي دي طاهر عمر السلية ترجع له تاني رمي ربيعة ترجع فيها بسالة كبيرة وتوفيق كبير للمهدس منان نهاردة بس برضو كان فيها نوع من ايه الكور اللي عبت النيدي القلي شايتها كلها سهلة يعني ما كانش تحس انهم بص يعني الكورة هنا مثلا ده هو خرق حلو جدا دي احلى كرة فيه الباقي هو وكمل خروجه هنا كان ممكن يبازي عمر السلية للي جاي يمرر لأي حد وهو رشطها خلاص فالتعامل لا يعني زي ما قلنا كده احضار الفرص الكتير صعب عليك المطش كان فيه حالة من عدم التوفيق بس انا بشوف بس كم لعبة كابت محسن تتعادل من لعبة الاتحاد وقفة في الستة يارضا شيء طبيعي شيء طبيعي اللعبين عاملوا دي يعني جيم دفاعي بشكل كبير خروج الحارس في مساحات غريبة جدا يعني عادة حارس المرمى وصل الزحام بيقف مكان ما بيطلعش لكن هو كان عنده رؤية في الخروج واستبسال غير طبيعي ولك واسرع الخطأ كان محظوظ ان الكرة كانت بتروح له لان كان ممكن تكون في زاوية تانية ويكون هو خارج اللعب لكن هو كان بتركيزه عالي جدا وانه يعني ربنا وفقه فانه هو يأخذ المكان السليم ومنع اكثر من فرصة خصوصا في اللعبة دي اللي كان ممكن اي واحد يسجل منها يارد نقف دي كده كابت المحصن يعني لو رجعنا سنة ووقفنا عند طهر وهو بيلف يعني اه يعني ايوة لما يوصل وصل لي هنا ايوة كمل كمل بقى كمل اوكي اقف هنا بقى كده كمان كمل سنة وبعدين نقف اهي دي لو كان طاهر يعني محدد يا كابت المحصن الجون بالستة يارد اللي هو اللي موجودة كان يجب انه كان خرجها للسلية من الاول يعني ما كانش يجب انه يلف ويحطها في الجون دي كان لازم يقف ويرجعها تحت شوية لو كملها كده انت كمان انا هتشوف اللي تحت البنالتي هي صعبة صعبة لازم يقف لازم يقف لازم يقف لازم يقف لازم يقف رجعت لعمر السلية مرة تاني لا انت لو كنت فتحت الكدر لو فتحت الكدر ليها بص 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 اهو ده من الاول كان ممكن التمريلة تبقى هنا ايوة هي دي هو هو متكلم على دي صحيح عمل تصويب ودهروا للمرمى ودهروا للمرمى لف بيها ودهروا للمرمى لو كان هقولك حاجة نفس الكرة دي جبناها بس بشكل تاني مع طار محمد طار في النهاية بتاع بص يا كابتن من هنا اهو بص عمر السلية فين عارف لو عملها بكعب وكده العمر السلية طلع المهدي سليمان دي كرة تبقى لك النهاردة الاهلي يعني مهما يلعب النهاردة والوقت طال النهاردة مفيش توفي مع النهاردة ولي ما تقولش كمان مفيش توفي النهاردة لا ولي ما تقولش كمان تصرعوا لعيبة وانه هو كل واحد عايز تجيب جون ما خلي بالك فيه اوقات كتير قوي في اوقات انك انت تطمع تجيب جون ممكن تبالغ في الهجمة زي دي بتاع طهر انت عايز تجيب جون لا اوقف طهر وطرع على السلية السلية كان عمل حتى لما رجعت للسلية تاني كان ممكن السلية ما يشوتش في الجون مش دي اللي بعد دي لحظة بس اللي بعد دي 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 عارف لو كان حطها للطاهر والاحسن كانت ممكن طيب وحسب الاستعجال والرعونة زي ما حضراتك قلته حسب مرسلنا فروس الله يعني قال لنا دلوقتي ان ميستر كولر خد اللاعبة وطلع به مع مالها مخترتش دلوقتي في اجتماع مع اللاعبة استشفى وهيتكلم في الاخطاء النهاردة والاستعجال اللي كان بشكل كبير النهاردة وهيشوف يعني بكرة هيكون فيه تمرين او اجازة لكن فيه دلوقتي استشفى للعيبة في النادل اهلي في الجزيرة في ملعب مخترتش وفيه اجتماع ايضا دلوقتي والباص توجه من ملعب السلام الى ملعب مخترتش ان الراجل ما كانش راضي عن كم الفرص الكبير كم التصرع كم الرعونة في هدار الفرص النهاردة دي رسالة مهمة جدا للعيبة في بداية مشوار الدول طبعا الاداء عمتا غير مرضي النتيجة غير مرضية ومفاجئة تصرف المدرب شيء طبيعي ردت الفعل لابد انه هو يحصل فيه عتاب يحصل فيه توبيخ يحصل فيه شدة شوية يحصل فيه شرح للأقطاء اللي حصلت عشان فيه مباراة قريبة قادمة لابد ان الفريق يخرج من هذه الحالة ويدخل فيه الحالة لاستعداد للمباراة القادمة فده تصرف مطلوب بيؤدي الى شدة شدة مرة تانية اللي عيبة شدة بعد مرة تانية مع الجهاز وتعهد بتحسين الوضع في المباراة القادمة بس انا اعتقد انه هو يعمل استشفى اكتر من انه هيعمل محاضرة لانه انت عندك مباراة تلاه لا لحظة المحاضرة في الوقت مش مجدية لانه اللاعب يبقى خرج من شد وعنده برضو يعني زعلان ممكن يبقى يحصل اي تصرف من اي لعب لو انت انتقدت لعب ما بعد المباراة مباشرة ممكن يحصل رد فعلا مش انتقال على قد يا كابتن النهاردة يعني معرفة الاخطاء لا اخطاء معرفة الاخطاء النهاردة مهمة جدا هي التصرف الفردية الرعونة يعني كل زمان تحاكم كل اللاعب يفكر في نفس دي رسال مهمة جدا لا انا انا اعجز فهم على الرسالة لحظة 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 لازم اكملها وجهة نظر لازم تكمل وجهة نظر احيانا الرسالة في وقتها تبقى مفيدة ممكن تبقى مضرة عشان كده بقولك ما ينفعش ان هو يخطف الفرقة في الوقت بالعكس ده هو عمل حاجة كويسة انه راح يعمل استشفى دلوقتي كويس عايز اخر تغيرتين لنادل اهلي كانوا في الداية تسعين حسين الشحات خرج نزر ريدا سليم دكتور سابت وعمر السلية خرج ونزر سابير محمد الناشئ طبعا نزر في وقت صعب وكان وقته هو الاتنين اللي خرجوا يعني كانوا من افضل الاتنين حسين الشحات وعمر السلية كانوا عاملين شغل كويس بس كولر كان فكره ايه برضو عشان نشرح ان هو اخر الماتش لما دخل فينا الجون حولها الاربعة واحد تلاتة اتنين ازاي الشناو في حراسة المرمى رامي رميع وخلد عبدالفتاح اتنين مسكين اكرم وحي اعطيت الله اتنين اطراف كوكل واحده وقدامه تلاتة محمد مجدي افشا قدامه في العم وتاو نحية اليمين وردسليم نحية الشمال واثنين قدام طاهر محمد طاهر وسامير محمد فده كان فكره ان هو حاول يشغل الاطراف ويعمل عرضيات ويلعب باثنين راس حربة في اخر الماتش بحاول ان هو يكسب يعني ويجيب جون تاني فده كان فكره سامير محمد ظهر في السبع ده نزول ناشئ له يعني نقط محددة او شروط عشان ان نزل ناشئ لابد من توافر شروط التوافر الشروط ده اولا يكون الفريق في حالة جيدة النتيجة مرضية الامور تسير بشكل جيد يعني لابد من الظروف تساعد اللاعب الصغير الصغير ده ان هو يدخل في اجواء المباراة عشان اقدمه انما انا بقدمه في وسط معركة الوضع صعب جدا والفريق متعادل وهناك تسرع ونرفزة احنا عايزين اجواء مناسبة للعيب الناشئ عشان يقدر يدي فانا شايف انه نزوله ابدا ما كانش مطلوب وما كانش مناسب في هذا الوقت ممكن قبل كده بنصف الساعة كان ممكن لكن في الظروف دي والفريق متعادل اعتقد انه كان قرار غير سليم بس خلي بالك يعني رغم الوقت محمد الفترة اللي فاتت اداءه في المباراة الودية والتدريبات يعني قدر يقنع مارسل كولر انه فيه مهاجم صاعد او واعد للفترة اللي جاي لكن الوقت كان محتاج وقت مناسب في الظروف افضل عشان يقدر يعبر عن نفسه دي في مباراة ودية الظروف طبعية لكن دلوقت ملعب من كهرب اصلا فاصح